صدر عن مرشح تيار المستقبل عن المقهد السني في البقاع الغربي ورشية محمد القرعاوي بيان رد فيه على تقرير بثته قناة الجديد تضمن تسجيلا صوتيا لشقيقه طلال أكد أن أي علاقة سياسية مباشرة لم تجمعه بالنظام السوري وأصر على أن لا يكون مجرما بالسكوت عن مجزرة العصر التي يرتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري وأضاف القرعاوي لم أرتض أن أكون مع الظلم والإجرام الذين يجسدهما بشار الأسد بأبشع صورة ويجسدونهما هم معه من أجل مقعد نيابي يستجدونه على أشلاء الشعب السوري كما يستجدونه بمحاولة الاستخفاف بعقول الناس التي تراهم مجرد أدوات في خدمة بشار الأسد وحزب الله لا أكثر وختم أنا اليوم في موقع الطبيعي ولائي لتيار المستقبل في المواجهة المفتوحة مع النظام السوري وأزلامه شكرا